جم؟ خمسة عشر لماذا الزوج يراقب زوجته في الشبكات الاجتماعية والواتس أب؟ ما يعني كل زوج لها طبيعته يعني اكو زوج يصير عنده ماضي يعرف بنات يعني ما هم ما هم انظاف فتصير عنده عقدة يظن كل النساء يعني عندهم تاريخ وعندهم ماضي وعندهم علاقات في بعض الرجال انا شفتهم يفكرون بهذه الطريقة هذا امر في رجال لا ما يفكر بهذه الطريقة بس يعتقد يعتقد ان من السيطرة على المرأة وعلى البيت وانه زوجتي انا ملكي فانا املك كل شيء واملك اني اراقبها وبالتالي هو اراقبها هذا مفهوم خاطئ عند بعض الرجال قد يكون هذا المبرر والدافع للمراقبة ثلاثة يمكن يكون شاف منه تشيطر يعني يمكن يوم من الايام دخل على الفيسبوك على انستجرام على واتساب كذا وشاف قلب حب احمر شاف وردة حمرة شاف ربما يكون شاف في يوم الايام فقال خلاص هذه ما منها امان لازم بين فترة والثانية اتشيك وراقب ربما اربعة يمكن عنده واحد من اصدقائه اكتشف ان زوجتي عنده علاقات مثلا فقام يوسوس الاخ يظن ان زوجته مثل زوجة صديقة خمسة انا بس قاعد اعطيكم الدوافع خمسة قد يكون ابليسه هو قوي لان تعرفون ابليس يتحرش ويعطي افكار من اجل هدم البيوت يمكن هو مستجيب حقي ابليسه ما هتدرون فعلى كل حال يعني هذه عدة دوافع لكن انت اهم شي خلي عندك ثقة بنفسك وخليك مستقيمة ولا تخافين ابدا الا اللهم اذا عندك قروبات مثلا بالواتساب ولا كذا حق خواتج حق اخوانج قولي الله قولي الله يعني لو سماحت تبي تفتح الواتساب عليك بالعافية انا ما اقول لك لا بس رجاء يعني قروب والدتي وخواتي وكذا لا تفتح هذه اسرار بيوتهم وهذه اسرارنا بيننا وبين بعض احنا خوات وانت بو من حقك تشوفها اصلا مو من حق يفتح التلفون اصلا اصلا ما هو من حق على فكرة وهذه من حقوق المرأة يعني من حقوق المرأة ان ممتلكات المرأة لا يحق للزوج انه يتدخل فيها الا باذنها سواء الجانب المادي او المالي يعني المادي مثل ممتلكات اجهزة وسيارة وموبايلات وكذا او المالي اللي هو الفلوس ما يحق له الا باذن الا اذا انت عن طيب خاطر منك هذا موضوع اخر اما اذا بنتكلم بالحقوق والواجبات لا ما يحق له ولا انت يحق لك يعني لا هو يحق له ولا انت يحق لك بعد تفتحين تلفونه ولا جواله وتراقبين انت تؤثمين شرعان اصلا لانه ولا تجسسوا وهذا يعتبر تجسس واذا كان باذنه يعتمد الاذن برضاه ولا بإكراه انتبهوا يعني يمكن زوجي حق زوجتها يقول له تعالي فتحي الواتساب أنا بشوف هي ما هي راضية من الداخل هذا يؤثم لانه اهني قعد تستجيب بالإكراه بينما لو هي تستجيب بالرضا لا ما يؤثم وطلبها ما في مشكل فيه ابدا انا عرف واحد خطب له وحده وملتش يعني فقال لها في وقت التعارف يعني زايرهم في البيت قال لها عطيني تلفونك يعني اول زيارة اول زيارة قال لها عطيني تلفونك فقالتلى لا ما ايما عطيتك قال لها انزحين حينتوني اومرا بحياتي اشوفه كان وقت الخطبة عطيني تلفونك زي قالتلى ما ايما عطيتك الا تقول لي اول ليش قال لها هاي من باب التعارف أنا بتعرف علي بتزوجها قالتلى ايش تريد تشوف انت قال لها انا بشوف سناب شات ماالج وبشوف الانستجرام لانه مغلق من انستجرامها قالتلى اشوف اذا سناب شات وانستجرام مخالف بس ما افتح الواتساب هذا في صديقاتي وفي خواتي وكذا بعدين في صور قال لها طيب افتح بس سناب شات وانستجرام قالتلى طيب المهم اعطتها التلفون بدأ يفتح السناب شات ولا هي يعني اتابع مجموعة رجال قال لها ماذا الريائي لهذول قالتلى يعني احنا عادي نتابعهم اشوفهم شي سوون هذا يضحك هذا ينكت هذا عنده مقالب هذا مدري شنو قال لها تشيلينهم تلغينهم هذا الرجال كلهم تلغينهم قالتلى طيب خلص يسلم راسك الغي الغي يالله لغينا بالمهم حين عقب اسبوع شنصير زيارة ثانية رح تخطبة تعارف رح لها البيت قال لها عطيين تلفون قالتلى ما عندنا شغل غير هالتلفون احنا نتعرف على بعض نبنتزوج ولا ما نتزوج قال لها تلفون اول رح عطتها التلفون فتح هذا اسمه سناب شات ولا فيه ريال واحد قال لها نشغيل اسبوع يطاف مو قاد شنين كل الريال قالتلى ايه بس هذا ريال عمره سبعين سنة وبعدين انا مهتمة في التغذية بسوي رجيم وهذا ما يتكلم الا في الاكل وشلون احنا قال لها ابدا على هالقصة على هالموقف هذا الخاطب ترك المخطوبة يعني الشاهد من هذا كله ليش نقع اقول لكم قصة لانه بعض الرجال قاعد يتصرف تصرفات ما هي صحيحة طيب يعني تسوي فولو مثلا حق رجل وقاعد تستفيد منها تستفيد منها اقتصاديا تستفيد منها صحيا تستفيد منها اجتماعيا تستفيد منها سياسيا يعني شو المشكلة يعني يعتبرها طلب علم كأنه طلب علم والمرأة من حقها ان تطلب العلم سكينة بنت الحسين رضي الله عنها كانت في المدينة المنورة كان عندها مجلس أدبي يأتون الأدباء والشعراء ويتطارحون في الشعر وفي الأدب وكانت تصلح عليهم هذا يوم اليوم الثاني سكينة بنت الحسين عندها مجلس فقهي يأتون فقهاء يعني يعني كأنه عندها حساب بالفيسبوك أو بالانستجرام أو بالسناب يأتون الفقهاء عندها في البيت اتطارحهم وتناقشهم وتبيلهم من الصح والغلط خلصنا اليوم الثالث مجلس في العقيدة عندها يأتونها كل المختصين في الأفكار والمذاهب والأديان والمعتقدات هذه سكينة بنت الحسين هن عندنا بتاريخنا الإسلامي أكثر من ألفين امرأة كلهم بهذا المستوى يعني بزماننا بلغة زماننا اليوم عندهم حسابات بالفيسبوك بالسناب شات وبالإنستجرام بالتويتر ولذلك وين الإشكالية لما ضعفت النفوس صرنا نشك صرنا نشك بهالوحدة ونشك بهالواحد يعني هذه الإشكالية والإشكالية الثانية اليوم الشباب والبنات ما يرحمون يعني واحد آدم يماشي بطريقة اليوم بنات يتحرشون فيه يصير ينشك فيه وفي البنات بنت أو امرأة متزوجة عندها عيال وماشي بطريقة في السوشال ميديا أيون شباب يتحرشون فيها فنشك فيها يعني فاختلط الحابل بالنابل ولذلك صار اليوم فيه رعب أنا ليش أنا أقول لكم هذا الكلام لأننا ما يمر علي يوم لو تعرض علي مشكلة زوجية أو تربوية من السوشال ميديا فإذا مرة ثانية شلو نحن نقدر نوجه هذا الأمر وشلو نستفيد من التكنولوجيا بحيث نمي عقلنا نمي روحنا نمي جسدنا نستخدمه في تطوير أنفسنا وكله ترفيه وتسليه وضيع وقت وسين وجيم وفلان قال وفلان قالت وهذه شلابسة وهذه والرايحة وهذه ما ياها ولد وهذه ياها ولد وهذه آخر عطر نزل وهذا يعني شذي العقل صار نزل عن مستوى وإذا نزل العقل عن مستوى نصير إحنا يعني ما حققنا الهدف من خلق الله عز وجل لنا الله عز وجل خلقنا للعمار في الأرض خلقنا للخلافة في الأرض ما خلقنا لتتبع الأمور التافهة اللي كلها مضيعة وقت هذا بس تعليق سريع أي تعليق سريع ولا شكل طوال ترجمة نانسي قنقر